لمعاينة سير عمل الاستثمارات في بلادنا والتعرف على الإجراءات الجديدة المتخلة في سبيل ذلك تأتي زيارة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية الغطاعات الانتاجية لمقر الشباك الموحد لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا إن وكالة ترقية الاستثمارات منذ نشأتها استطاعت أن تحصل على مكانة مرموقة في الوجه الاقتصادي للبلد وذلك بفضل التسهينات التي تتوفر عليها لجذب الاستثمار الهدف من الزيارة هو الاطلاع على التحديات والآفاق المستقبلية لهذا المرفق فهناك حاجات لإنشاء شبكة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق مناخ استثماري محلي مديرة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا سيدا عشة تلام أكدت أن هذه الزيارة كانت مناسبة سعيدة قدموا من خلالها للوزير شروحا عن مختلف التغيرات التي تمت منذ نقل الشباك الموحد والذي يعتبر خطوة مهمة في الخطة الاستراتيجية للوكالة زيارة اطلع الوزير من خلالها كذلك على سير العمل في هذه المشأة حيث تجول مع الوفد المرافق له داخل مكاتبها للوقوف ميدانيا على نظام عملها كما قدمت له شروح حول أهم التحديات التي تواجهها وكيفية التعامل مع هذه التحديات لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتطوير وتسهيل عمليات الاستثمار وحماية حقوق المستثمر هذه الوكالة تلعب دور أساسي في موظومة الاستثمار في موريتانيا حيث بلدنا يعتبر من آخر البلدان في العالم لاعتمد وكالة مستقلة لترقية الاستثمار والدولة تأمل فيها الكثير من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها وهي أساسا مواكبة المستثمرين وتسهيلهم وتدريل العقوبات التي يتعرضونها في مسارهم وأيضا متابعة المشاريع الاستثمارية وإجراءات تقييد والتسجيل للشركات سنة ونيف هي عمر هذه الوكالة المستحدثة المعنية بمركزية الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات ومتابعة إصلاحات أعمال الاستثمار بشكل عام لضمان اقتصاد تنموي قوي للبلاد